اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم كلام يهمك النهاردة هنفتح ملف شائك وخطير ويهم شريحة كبيرة من الناس بالاخص يهم كل اب وكل ام ملف خطف الاطفال للأسف ما في خطف الاطفال تبقى للإحصائيات العالمية انتشرت بشكل كبير جدا وشكل بشع على مستوى جميع الدول العالم للأسف لو دخلنا على المواقع السوشال بيديا هنلاقي صور كتير لأطفال مفقودة أهليهم بيكتبوا كلمات تبكي توجع القلب بيدوروا عليهم بيتمنوا يلقوهم في نفس الوقت ونفس ذات اللحظة لو دخلت بصيت على اليوتيوب أو بصيت على صفحات الفيسبوك هتلاقي مجموعة كبيرة من الفيديوهات لناس مفقودة مش بس كده هتلاقي في فيديوهات مرصودة بكاميرات مرقبة لحالات خطف حقيقية توجع القلب في أماكن كتير في كل بلاد العالم أكتر من وسيلة أكتر من طريقة أكتر من أسلوب للأسف الموضوع مش سهل ولا بسيط لأن البيت اللي بيفقد ابن أو بنت بيتهد بالحزن والغم والنكد جريمة خطف الأطفال دي مش جريمة عادية جريمة بشعة وبشعتها في أنها بتعذب طفل بريق ملوش زنب بتكسر قلب أمه وقب وبتضمر حياتهم تعالوا قبل ما نكمل كلامنا نشوف فيديو مجمع على مستوى أغلب دول العالم للقاطات حية وحقيقية مرصودة بكاميرات مرقبة لحالات خطف حقيقية نشوفها ونرجع نكمل كلامنا حاجة توجع القلب تخيلوا أن ممكن يكون في مجموعة بشر زي اللي احنا شفناهم في الفيديو دول موجودين في وسطنا وعايشين بابننا عايشين بابننا كبشر عاديين احنا مش حاسين بيهم ولا نعرفهم كويس وهم في الأصل حيوانات لا أنا آسف في الكلمة الحيوانات أحسن منهم بكتير بناس أن عدمت من قلوبهم الرحمة ناس هم في الأصل وحوش لكن عايشين في وسطنا على شكل بني أدمين مفيش عند الأب والأم أغلى من ولادهم هم كل فرحتهم هم كل أمالهم في الحياة لكن للأسف موضوع خطف الأطفال عبارة عن شبح مرعب بيرعب قلب كل أب وكل أم على ولادهم كل فترة بنسمع على الأطفال مفقودة في منها اللي بيروح وما بيرجعش وسمعنا كتير عن تجار البشر وسرقة الأعضاء ده غير اللي بيستغلوهم في أنهم يساعدوهم في السرق أو الناشل والشحاتة ده غير من الناس اللي هي معدومة الضمير الناس أصحاب النفوس الضعيفة اللي ممكن يسرقوا الأطفال عشان يبتزوا أهليهم يبتزوا أهليهم في أنهم يرهنون بفدية عشان يرجعوا كل ده هنشوفه وهنتابعه وهنتكلم فيه بالتفصيل بعد الفصل كل يوم بنسمع قصة جديدة بتتروا بدموع أب و أم انفطر قلبهم على ضناهم وطفل بريء وضع اضحكته وضع مستقبله أو يمكن فقط حياته للأسف بسبب ناس الجشع والطمع ما لقلوبهم إن عدمت من قلوبهم الرحمة وبسبب قلة الضمير حلقة النهاردة إحنا مش جايين نتكلم عن موضوع الخطف بشكل أساسي لأن ده مش دورنا ده دور الجهات المعنية والجهات المسؤولة حلقة النهاردة إحنا بنتقدمها في شكل توعية إزاي نحمي ولادنا من الخطف بأسلوب سهل وبسيط الحل في إيدينا إحنا يا جماعة الوقاية في إيدينا إحنا الجهات المعنية بتتدخل للعلاج بعد لما الجريمة بتقع هي دي مسؤوليتها لكن إحنا مسؤوليتنا الوقاية إحنا مسؤوليتنا نحمي ولادنا من البداية الموضوع سهل وبسيط وده اللي هنشرحه في حلقة النهاردة بس عشان نوصل لكم إزاي نقدر نحمي ولادنا من الخطف خلينا الأول نشوف حالات حقيقية تم رصدها واخترنا لكم حالات مختلفة عشان تشوف المجرم ده بيفكر إزاي وبيتعامل إزاي خلينا نشوف أول فيديو معنا معايا يا سيدس محمد بصوا معايا في الفيديو ده وركزوا معايا في الفيديو ده الفيديو ده على فكرة متصور بكاميرا مراقبة موجودة جوه مدخل بيت لو لاحظنا هنلاقي ده مدخل بيت أو مدخل جراش خاص بالبيت تمام يعني مكان لحنا في شارع الأولاد على فكرة هيظهروا دلوقتي في الفيديو إحنا لما وجودين الأولاد أهم الأولاد بدأوا يظهروا معنا أهو العربية خدوا بالكم العربية اللي وقفة عند البوابة دي ده حد بينادلهم هم كانوا بيلعبوا في المدخل عادي وحد بينادلهم راحوا الله عنا بيسألهم على حاجة أو إيه الحجة خدوا بالكم وركزوا معايا في الفيديو كويس قوي خدوا بالكم من اللي بيجري أهو واحد من الطفلين جريوا لحق نفسه والتاني خدوا في العربية وجي اليوم الفيديو ده حصل قدام بيت قدام بيت الأولاد يعني أكيد أبوهم ومهم أو الأب والأم قاعد متطمن ولادي بيلعبوا في البيت تحت بيلعبوا في الجراش مش مكان بعيد مش مكان ما فيهوش أمان تخيل الجبروت وصل لحد فين إحنا بنزيع النمزج دي يا جماعة عشان ناخد بالنا ما نستهترش بأي حاجة هنفيديو اهو بنعيده تاني وهنشوف قادي العربية هي جات ركنت قدام شوف الجرأة بتاعتهم جم ركنوا قدام مدخل البيت على طول ونادوا للأولاد ما هم مش شايفين ما فيش حد معاهم تمام؟ الأولاد بحسنينية رايحين بيردوا عليهم أهو الله أعلم بيفتح الباب وقالهم ههو ده حاجة واحد جري بسرعة عملي اللوم كمين واتخطف الولد ضع مستقبل طفل نشوف الفيديو اللي بعده في الفيديو ده بقى عايزكم تركزوا معايا قوي الفيديو ده في حاجة غريبة لو تلاحظوا المكان عبارة عن مكان هادي فحارة أو شارع داخلي مكان هادي جدا محدش يتوقع ان جريبة ممكن تحصل فيه طب واخدين بالكو فيه طفل صغير برضو عشان بس نركز عشان التصوير تم بكاميرا مراقبة فالتصوير يعني ضعيف شوية لان الكاميرا المراقبة مش هتوقع زي كاميرا الفيديو طبعا بصوا هنا لو دققتوا هتلاحظوا فيه طفل صغير بيلعب على عجلة صغيرة ومعاه والده أو جده أي إن كان بس حد قريب منه هاو بيلعب معاه يعني فيه حد بيحرسه خدوا بالكو من التكتك اللي جاي جنبي ده الراجل بيلعب مع ابنه في أمان الله طفل صغير بيلعب قدام بيته ومعه والده مش لوحده خدوا بالكو من النقطة دي التكتك عدى اللي فيه شكلهم هم لحظوا الموقف أو لحظوا الطفل الصغير بصوا بصوا التكتك لف ورجع تاني رجع لهم مرة تانية ركزوا بقى معايا في اللقطة دي ركزوا معايا إيه اللي هيتم بقاوا واحد نزل من التكتك فجأة في لمح البصر خد الطفل وجري والتكتك ماشي في لحظة يا جماعة ممكن الطفل يروح مننا ربنا ما يكتبها على حد ناخد بالنا برضو من الحالة دي في فيديو تاني هنشوفه أستأذن كفز محمد الفيديو اللي بعده ركزوا بقى الفيديو ده مختلف خالص الفيديو ده متصور بكاميراة مراقبة برضو بس في محل بيع ملابس تمام لو نلاحظ هنلاقي بصوا بصوا شايفين البنت السيدة اللي واخدها البنت واخدها معاها بره دي دي مش بنتها الأم هي اللي جات شدتها شدت البنت من ايديها تاني لما خدت بالها معلش لو هنعيد الفيديو ده هتلاحظوا بصوا الأم هي دي السيدة اللي هي خطفت الولد أو كانت عايزة تخطفه الأم وقفة بتحاسب على الكشيرة عادي وبنتها جنبها متطمنة ان بنتها جنبها بص 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 بتسحب البنت ازاي بمنتهى السهولة بمنتهى السهولة والبنت طبعا مش شايفة بتفتكر مامتها اللي بتسندها او حاجة لولا الأم اللي حقتها على اخر لحظة شوفوا الجبروت وصل لحد فين وهي واحدة زبونة عادية بتشتري محدش تشك فيها في محل ملابس طيب نخلي بالنا يا جماعة نشوف بقى الفيديو اللي بعده والحالة اللي بعدها حالة مختلفة خالص حالة جبروت الدنيا كله فيها للأسف ان عدمت فيها الرحمة احنا النهار ده بنصور او الفيديو ده بيتصور في كاميرا مراقبة بالنهار خلي بالكو بالنهار في شارع تقريبا يعني اعتبر شارع رئيسي العربيات ماشية التكاتك ماشية العربيات المركولة شارع كبير مش شارع صغير في النهار الناس ماشي هيه في الشارع عادي يا جماعة في طلبة مدارس لو احنا ركزنا هنلاقي فيه تلات طلبة هم ماشيين جنب بعض او تلامزة بصوا شوف الراجل اللي وراب خطف البنت في لحظة في لحظة لو ركزنا وراء هنلاقي فيه واحد وراب متسكلي كان مستنيه خدهم وجل هنعيد الفيديو تاني هتشوفوا اللقطة دي لان اللقطة دي مهمة اوي ولادنا وهم راجعين من المدارس ما نستهطرش ان هم يجوا المشوار لوحدهم الموضوع مش سهل ولا بسيط يا جماعة اهو شارع عادي جدا في وضح النهار شارع رئيسي شارع كبير هنلاحظ لو ركزنا هنلاقي تلات اطفال ماشيين في امان اللي مش مدين اخوانا الحد متطمنين ماشيين بيهزروا خارجين من مدرساتهم ماشيين في شارع رئيسي ماشيين في شارع كبير ماشيين بالنهار اكتر من كده هنقول ايه تاني وهو شوفوا ماشي وراهم ازاي شوفوا المجرم ماشي وراهم ازاي وفجأة في لحظة بيشيل الطفل وبيجري في واحد وراه لو تركزوا في الفيديو مستنبوا تسجل عشان يجري الناس ما تلحقوش ادي حالة برضو حالة توجع القلب هنشوف الحالة اللي بعدها بقى في الفيديو اللي جاي وركزوا فيه قوي لان الموضوع بقى صعب فوق الاحتمال هنا بصوا بصوا المجرم ده متصور بكاميرا المراقبة برضو زي ما قلنا لو بصنا المجرم هنا بصوا بياخد الطفل من ايد امه من حضن امه شوفوا الجبروت بس هنا في حاجة مختلفة بقى بصوا شهامة الراجل اللي وقف وراكن عربيته مرة واحدة ده اهو من كاميرا تانية من زاوية تانية بصوا شوفوا بحاجة على الام ازاي بياخد الولد بيخطف الولد بينزعه من حضنها ولولا شهامة الراجل اللي وقف بالعربية ده هو ده اللي انقذ الطفل هو ده اللي انقذ حياته هو ده اللي انقذ مستقبله هو ده اللي رد الروح لامه ده شهامة المواطن المصري هو ده اللي المفروض كلنا نقوم بيه هو ده الدور اللي المفروض كلنا نشتغل عليه ولادنا احنا اللي هنحميهم يا جماعة احنا اللي هنحمي ولادنا بنفسنا احنا اللي هنحمي ولاد غيرنا مش غيرنا اللي هيحميهم انا لما هحمي ولادك النهار ده غيري هيحمي ولادي بكرة شايفين وصلت لحد فين اهو ده ما كان في النهار خلي بالكو الفيديو ده بالنهار مش بالليل الست ماشية متطمنة واخد ابنها في حضنها اكتر من كده هتعمل ايه وماشية في شارع بالنهار الناس معديها من جنبها عادي وفجأة في لمح البصر عمل ايه؟ خطف الولد اهو بيهجم عليها حتى مش عايز يسيبها يعني هي متمسكة بدناها هو مش عايز يسيبها سيبها امتى؟ لما الراجل الشهم ده وقف بعربيته لما اتدخل لما حد اتدخل عشان كده الإيجابية والسلبية بتبقى مننا احنا هي اللي بتبقى سبب في إنقاذ حياة طفل وهي اللي ممكن تكون برضه سبب في ضياع حياة طفل دي نمازج احنا بنعرضها لكم علشان ناخد بالنا ناخد بالنا من اللي بيحصل ناخد بالنا إن الموقف ممكن يكون ما نتوقعوش أساسا ما نتوقعوش عارف يعني إيه؟ انت تققى ماشي في أمان الله مش متوقع موقف زي ده الموضوع له سهل ولا بسيط الناس دي اللي يخلي قلبها جامد كده يبقى أكيد الطمع هم اللي النقطة دي اللي غيرهم بيشتغل عليها معاهم هنتكلم بقى إزاي نحمي ولادنا من الخطف باختصار في كلمتين طب إزاي نحافظ على ولادنا من الخطف غير إن إحنا لازم نكون إيجابيين ولازم ندخل في الوقت المناسب في شوية قواعد لازم نمشي عليها ونعلمها لنفسنا ولولادنا الأول حذر ولادك وفهمهم إن هما ما يستجبوش لأي شخص غريب في الشارع بينادلهم عشان يسألهم على عنوان أو مكان طيب ممكن واحد يجي يقول لي إيه طيب ما ده اسلوب غلط مش صح إحنا كده بنعلمهم الغلط أقولك معلش أنا لسه قيل من دقيقة إحنا مش عايشين في المدينة الفاضلة لأن هما بيستغلوا إن الطفل يقرب منهم بأي حجة أو بأي مناسبة ويبدأ يشمموا حاجة أو يبدأ يخطفوا في لحظة ما إحنا شفنا ويخطفوا في العربية أو على متسكل أو أي أن كان حياة ابنك تستاهل إن إحنا نعلموا الحتة دي ما يستجبش لأي حد غريب بينادلوا في الشارع عشان يسألوا على مكان أو عنوان تاري حاجة هو مش دائد بيت دنيا يعني ما يسأل أي شخص كبير معدي الموضوع مش صعب طيب النقطة التانية ما تسمحش لولادك يلعبوا قدام البيت أو يلعبوا في الشارع خصوصا لو كانوا لوحدهم وخصوصا كمان لو كان المكان زحمة بشكل كبير أو مكان هادي بشكل يقلق لأن المجرم بيستغل اللحظة دي في وقت الزحمة كله مشغول مع نفسه محدش واخد باله من حاجة الدنيا دوشة لو طفل عيط طفل يسرخ محدش مركز وفي نفس الوقت لو الدنيا هادية والجو هادي ده بيبقى مناخ مناسب لإتمام جريمته بيبقى شايف الدنيا سهلة بلاش نسهل على المجرم مأموريته يا جماعة لياريت نحافظ على أولادنا طيب النقطة التالتة بلاش تتكلم على فلوسك عن رصيدك في البنك عن الأراضي اللي عندك بلاش تتكلم أنت شايل قد إيه أو موفر فلوس قد إيه أو ناوي تعمل إيه بفلوس أو ما ببلغ معين بلاش تتكلم قدام صنايع عندك بالطريقة دي بلاش تتكلم قدام حد بيخدم عندك في البيت ملاش تتكلم قدام حد غريب أو حد ما تعرفوش لأن ده بيبقى سبب في أن الشيطان بيشتغل في دماغهم الله أعلم مين اللي حواليك ده أو مين اللي معاك دماغه حلوة أو وحشة هو من جواه كويس من نحيتك ولا لأ بيخطفوا الأولاد وبيستغلوهم في أنهم يرهنوهم بفدية لأنه عارف أنت عندك إيه طيب دايماً اقفل باب شايتك وانت خارج وانت داخل وباب عمرتك بالمفتاح خد بالك بالمفتاح وانت داخل وانت خارج باب شايتك وباب عمرتك ما تسهلش المأمورية على المجرم ما تسهلش إن هو يخطف ابنك ما تسهلش إن هو يدخل بيتك ما تسهلش إن هو يقدر يدخل عمرتك بسهولة يا ريت نصعبها عليهم ونحافظ على أولادنا ما تنزلش من عربيتك وما تنزليش من عربيتك وتسيبي ابنك وتروح تشتري حاجة ما تسيبش ابنك أو ما تسيبيش ابنك في العربية لوحده وتتحرك أو تتحركي وتنزلي تشتري حاجة وسيبه ابنك وانت متطمن عليه لا انت سايب ابنك لوحده ابنك طفل ضعيف ما يقدرش يدفع عن نفسه المجرم دايما بيبقى زكي ومهما كان طفلك زكي عمري ما خبرته هتبقى زي خبرة المجرم بلاش نسهل المأمورية على المجرمين على اللي بيختفوا الأطفال شكرا ونشوفكم الحلقة الجاي